السنة اللي فاتت تمت اتفاقية ما بين مركز الاهرام او جريدة الاهرام او بين الاهرام كمؤسسة مؤسسة الاهرام ومعهد جوتا الالماني لدعم الصحافيين العلميين ودعم الصحافة العلمية من خلال تبادل ثقافي بين الاهرام والمانيا او مصر والمانيا عايزين نعرف بقى تقييم التجربة دي ايه الناس اللي سفرت قريدي فعلا والناس اللي جات هنا التبادل اللي حصل ايه فاد ازاي الموضوع فاد الصحافيين ازاي ضيفنا النهاردة هيكون معانا استاذ اشرف امين رئيس القسم العلمي بجريدة الاهرام نارك سعيد اشرف نارك سعيد سبع الفول دايما بيتك يعني انت عارف طبعا كل ما تيجي قولك كلمتين دول اشرف انت كنت معانا انت ويوهانا كيلر مدير برامج السنة اللي فاتت وتكلمنا عن الاتفاقية وتكلمنا عن المشروعات المقترحة والحاجات دي كلها قولي بقى الواقع اللي تم ايه اللي حصل الواقع اللي تم انه في خلال يعني بعد ما وقعنا الاتفاقية في زميلة عندنا من الاهرام سفرت اشتغلت لمدة 15 يوم في مؤسسة درشبيجل ودي من المؤسسات الصحفية المهمة جدا دي جريدة دي مجلة وعندهم موقع اسمه شبيجل اونلاين وعندهم اصدارات بقى متخصصة كتير فهي كانت اشتغلت في شبيجل اونلاين في القسم العلمي هناك لمدة 15 يوم وفي زميل من شبيجل اونلاين جي اشتغل معنا في الاهرام والظريف في التجربة دي انه الاتنين الصحفيين كانوا بيحاولوا يدوروا على الموضوعات الصحفية العلمية اللي تهم البلدين فبالنسبة للألمان لما تتكلمي على انه مثلا فيه اهتمام في مصر دلوقتي متزايد بالطاقة المتجددة وتحديدا للطاقة الشمسية والمشروع بتاع بنبان اللي بيتعامل في الصعيد والمشاريع اللي بتتعامل بتاعت الشباب في مصر في مجالة الطاقة الشمسية ده كان بالنسبة لهم حاجة جديدة مش عارفينها بصوما سابقين فيها من زمان يعني ده ألمانيا من الدول اللي هي متقدمة جدا في الطاقة المتجددة يعني خلاص متهاري الطاقة الشمسية دي خلاص بتأفريوير اللي عندنا في مصر ان احنا عندنا شمس طبعا معدل النسب اللي نعرى في مصر على مدار السنة ولا تقارن بقى بأوروبا خالص فانه يبقى فيه في مصر اهتمام متزايد بالطاقة المتجددة والمشاريع اللي بتحصل سواء على مستوى القطاع الخاص او الحكومة او حتى المجتمع المدني ده كان حدث جديد نال اهتمام انه تنشر في مثلا شبيجل اونلاين واللي كتبته طبعا الزميلة اه يعني هي هي الزميلة المصرية عملت حاجة موضوع يخص مصر يخص مصر والالماني اه وكانت في النقاشات بقى انه ده موضوع صحفي علمي يهم القراء الالماني فتنشر في المانيا اه اوكي الموضوع طبعا التاني اللي اتعمل واتنشر برضو في المانيا كان على المتحف المصري الكبير اللي هو اللي هيفتتح يعني كان المفروض اخر السنة دي بس اتأجل يعني بس المتحف وايه اللي فيه والمعامل اللي موجودة فيه وكده تعرف الالمان عندهم هوس بالحضارة المصرية القديمة وكمان الشغل العلمي اللي بيتعامل هناك سواء في مراحل الترميم او حتى التقنيات بتاعة التاريخ بتاع القطع الاثرية اللي موجودة سواء الاخشاب او المعادن المختلفة وكده فده كان موضوع تاني الزريف بقى اللي احنا استفدنا من الالماني ان عمل عن ايه هو بقى كتب عن ايه هقولك انه هما الاتنين وهم بيشتغلوا على الموضوع ده الالمان مشاركين في التصميمات الهندسية بتاعة المتحف فقدر يوفر لنا مثلا سكتشات ليه المتحف هيبشكله ازاي من جوه كتصميمات داخلية والبيئة التفاعلية ايه ده الله اه بالزبط فيعني التجربة الزريف فيها انه فيه عدد كبير جدا من الباحثين المصريين اللي بيعملوا دراسات في مختلف المجالات في المانيا ودول شغلهم مهم للجانب الالماني وفي نفس الوقت مهم للجانب المصري فان احنا لقينا المنطقة المشتركة دي وخاصة انه فيه شغل كتير جدا بيعود بالنفع على البلد في مجالات الزراعة ومعالجة المية وكده فكتت مناطق يعني مهمة انا بقى هميني حاجة تانية بصراحة يعني طبعا ده مهم جدا لكن انا عمزي في وضول كبير جدا اعرف لما الصحفية المصريات حطت في البيئة الالمانية في المؤسسة الصحفية الالمانية كانت تفاعلها ازاي ولما الصحفي الالماني جاء في البيئة الصحفية المصرية كان تفاعله ازاي يعني مين كان مرتاح اكتر مين كان استفاد اكتر يعني التفاعل كان الشكله ايه مش لازم اكتر هو بشكل عام يعني البيئة الصحفية النظام العمل الصحفي كل واحد بشكل عام بس طريقة المعالجة الموضوعات والتفاعل معاها بتختلف تبقى ان ثقافة كل بلد وطبقا المعالجة الصحفية اللي بنشتغل عليها وكده فانا شايف انه الاتنين استفادوا لانه الاتنين كانت عندهم فرصة انه هما يشتغلوا ويتعاملوا مع لغات هما ما عارفوهاش فكانت اللغة الوسيطة دايما كانت اللغة الانجليزية والاهم من كده انه يعني تبادل الخبرات ده اللي كانت فعلا مفيد سواء لينا او ليهم يعني ان صحفي جاي من ألمانيا عايز يعرف النظام العمل جوه المؤسسات صحفية باللغة العربية عاملة ازاي اللغة نفسها وازاي احنا كتير قوي احنا كنا منشتغل اللي كان حاجة كويسة بالنسبة له ايه كان عائق يعني هو طبعا اللغة عائق اكيد انت كنت محتك بي عن قول اه انا كنت لانه احنا كنا دايما بنعد نبص على النسخ بتاعت الدرافت قبل ما تترجم وكده انت الجايد بتاعه فبرضو من ضمن الخبرات المتبادلة واحنا الاتنين كناس غير متحدثي لغة الانجليزية او غير مستخدمي للغة الانجليزية لان اللغة الانجليزية هي لغة العلمة في الاخر فلما كنا بنوع ندور على مصطلحات مقربة سواء بالالماني او بالعربي انت الماني برضو يا اشرف انت فرمساوي بس اللي انا قصوده ان كل من هم غير متحدثي او اللي ما بيستخدموش اللغة الانجليزية في المجال العلمي او في الكتاب العلمي ببعندهم معاناة فانه هم يوصلوا لفكرة مصطلح يبقى مفهوم للناس وفي نفس الوقت يبقى دقيق علميا دي مشكلة موجودة عند الالمان وموجودة عندنا طبعا في علامنا العربي فالحاجة التانية اللي كانت ظريفة طبعا انه يعني كانت فيه فرصا وسواء يورج اللي هو اللي كان موجود معانا انه هو عمل زي ساشن كده قعد اتكلم على المؤسسة الصحفية اللي هو بيشتغل فيها والتطور اللي حصل فيها وطبعا الديبيت التقليدي اللي عند الوقت كل الناس بتتنايش عليه الالكتروني versus النسخ الورقية وهو في دير شبيجل برد وهو في شبيجل أونلاين وهم عندهم نفس الحدوثة مبيعات الورقية بتقل لان طبعا الناس كلها مقبلة على الالكتروني فدي مشكلة مشتركة ما بين كل اي مؤسسة صحفية سواء بقى في مصر في أوروبا والمعالجات الطرق المعالجة المشكلة دي ازاي بقى هل نستثمر في الالكتروني أكتر هل نخلي الورقية بقى فيه محتوى ما يبقاش موجود في الالكتروني يعني نقاشات وتجارب الصحفية المصرية بقى اسمها ايه هي؟ نرمين قطب نرمين استفادت ايه لما راحت هناك ايه اللي لقيته هناك في المؤسسات الصحفية هناك مش عندنا بسي هو أكيد المؤسسات الصحفية بصراحة يعني قول بصراحة الله يخليك قول بصراحة ايه يعني احنا هل نستفيد ما فيقاش حاجة يعني خلي بقى هم هناك بيستفيدوا جدا من التطبيقات الالكترونية اللي موجودة على الموبايل وعلى الكمبيوتر يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كانت لقيتها هي حكيت لنا عليها ان فيه تطبيقات الالكترونية لو انت عايزة تعرفي مثلا العنوان الصحفي ده حيبقى ليه جماهرية اكتر ولا لا فممكن يبقى موضوع واحد وتنزليه على النات بعنوانين وتعملي زي تاست كده تجربي مدى تفاعل الناس معي طبعا ان حد مصري ينزل في مؤسسة اعلامية كبيرة زي المانيا وموضوع ويبقى باسمه وديه في حد ذاتها تجربة حضور الاجتماعات الدورية والاجتماعات اليومية بتاعت الصحفيين فقالية اختيار الموضوعات يعني الخبرات التراكمية دي انك تتفرجي على بيئات عمل في اماكن مختلفة دي مهمة وللوقت وإحنا للأسف شوية منغلقين على نفسنا يعني حتى جوة مصري يعني كل مؤسسة صحفية بتبقى بتشتغل على نفسها جوة نفسها ما فيش فكرة التبادل للخبرات المبين المؤسسات عشان كده ما فيه مؤتمرات زي كده سواء عن نطق المحلي أو حتى الدولي بتساعد الناس انها تفكر بشكل مختلف ان هي تطرح افكار مختلفة وكمان هي المراحض هناك عادة تتكلمت طبعا احنا مش مؤسسة احنا 143 سنة فعندنا تاريخ من الاهرام على مدار السنين سواء على مستوى الأرشيفي اللي عندنا أو حتى التغطيات الصحفية اللي كانت على مدار تاريخ مصر يعني تاريخ مصر وده كانت الموضة برضو ده كتزاوية كتهمة الألمان جدا لما عايزة تعرفي مصر انت روحي لأرشيف الأهرام أرشيف الأهرام طبعا ده مفروغ منه انا مهتم معرف كمان ايه الجديد بقى السنة دي يعني تمام السنة الفاتتة كانت عبارة عن الزيارتين دول ولا كان فيه اكتيفيتز تانية لا كان فيه اكتيفيتز تانية كان فيه ده كان على مستوى ما يسمى بالمد كارير بيبل انه هم الناس اللي اشتغلوا ويعني قريدي يعني بالهم كذا تجارب الصحفية اه تجارب الصحفية يعني لو السن مثلا تلاتينات أو كذا بالزبط فيه هم كانوا في جوتا كانوا مشجعين جدا انه يبقى فيه دورات تدريبية متخصصة للناس للشباب الصغيرين اللي مش عارفين يعني صحافة علمية فاستضفوا اتنين من المدربين الألمان وفتحوا ورش تدريب لصحفيين صغيرين وكانت نتيجة الورشة دي انه اللي بيفوز بأحسن موضوع صحفي او بيبقى ليه فرصة انه يسافر في ألمانيا يقعد لمدة اسبوع برضو يزور المؤسسات الصحفية في ألمانيا او ما لدلك السنة دي الحمدل اللي احنا جددنا البروتوكول انه كان ناجح جدا سويا على مستوى الموضوعات اللي اتنشرت هنا وهناك وحجم القراءات اللي كان فيها وحجم الاهتمام وحجم التعاون ما بين المؤسستين الصحفيتين فان شاء الله السنة دي يوم 17 نوفمبر جددنا البروتوكول ففي صحفية من مجال العلمية متخصصة هناك هتجلنا هتشتغل معنا في الأهرام لمدة برضو أسبوعين وبدأنا فعلا نتواصل معاها وعلى أول ديسمبر نفس الحدوثة زميل من عندنا هيسافر المصريين مقبلين على قراءة الموضوعات العلمية في الصحفة يا أسرف ولا لا تتعاون لا بالعكس يعني الأرقام هو في سببين بيخلي الناس تقرأ في مصر وديه بحجم القراءات وحتى للمشاريع الجديدة اللي نزلت في مصر في كذا مشروع إلكتروني لمواضيع إعلامية علمية متخصصة السبب اللي بيخلي انه يبقى فيه قراءة خاصة للأجيال اللي هم 30 وانت نازل يعني ان المحتوى اللي بالعربي الكويس أليل جدا انه يبقى فيه درجة من التبسيط والتواصل مع العالم ايه اللي بيحصل في الدنيا بره ده بردو مهم وبالتالي لما بيبقى فيه محتوى مثلا عن تكنولوجيا بتاعت الروبوت عن الزكاء الاصطناعي عن الدنيا هتبقى عاملة ازاي سنة 20-30 يلجأوا انهم يقروها اكتر اونلاين بردو يعني 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 عندنا صفحتين بس بقية الجرائد الورقية التانية يعني بتبقى المواضيع موسمية شوية بس مش سابتة وده غير كده انه طبعا كاقتصاديات صناعة اعلام يعني انك تشتغلي وتستثمري في المحتوى وتنزليه الكتروني اسهل ويوصل لقطاع اكبر عن الورقية طبعا يعني بقى ما حدش اعتقد يعني بيشتر جرائد يعني المبيعات حتى بابايا حتى كده خلاص قاعدت بالتابلت قدامه الجرائد قدامه الحجاز يعني حتى الجيل الكبير الامر تعلق بالورق ده ورحت الطبعة لا خلاص برضو بقى مستسهل فكرة التابلت ده حقيقي وده تحدي كبير لكل الناس اللي لسه مؤمنة بفكرة الورق يعني مجلة متخصصة او صحافة عشان كده لو في يعني لو في محاولات هي انه انه الورق يبقى فيه محتوى مش موجود في الالكتروني انه يبقى فيه انفراد في الشهر ايوة بالزبط كده وانه ما يبقاش خبري اكتر يبقى فيتشر ستايل ريكورتس وتحليل وموراق الخبر وكده ففي تجارب حلوة جدا في مصر على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا سواء كمبادرات لشباب او كمواقع وبحجم القراءات لا يعني بتعمل قراءات اه حلوة وبتتفاجئ يعني مثلا لما تقولي علم في مصر انت ممكن الواحد يفتكر انه على موضوعات ايه الطب صح الطب والصحة والتغذية في مصر لو انت بتقولي علم اه العلم اه لو موضوعات علمية اه اه اكتر حاجة انت الطبيعي ان الناس تقولي الحاجات الصحية الحاجات اللي خاصة بالصحة انا بأفاجأ او الجمال واللي كان تجميل انا بأفاجأ بحجم القراءات المواضيع المرتبطة بالفضاء اه في شباب في مصر كتير او بتحبوا يقروا عن الفضاء عن الروبوتس عن التكنولوجيات اللي هتحصل في المستقبل ازاي بتعرفوا تقيسوا الحاجات يعني بتعملوا في الفيس ازاي اولا في مؤشرات طبعا فيه هو الركورد بتاعت عدد القراءات بتاعت الموضوع وبيبقى فيه زي ركورد كده للاعلى قراءة اه فبتقدر يتعرف في الانلاين طبعا في الانلاين بتاع الورقي يعني الموقع الورقي اه الفيسبوك طبعا لما بتشوفي صفحة الفيسبوك بتاعت الكورنال او المؤسسة بتشوفي حجم الديسكوشنز على الموضوع اه الانتر اكشن احنا مثلا الموضوع اللي كان الاعلى قراءة فيه ولد مصري كنا نزلنا الموضوع ده الاسبوع القبل اللي فات شاب عمر عثمان عنده 22 سنة واخد دكتوراه في الرياضيات البحثة ما شاء الله في فرنسا اه عمر عثمان عمر عثمان ده سافر من مصر ومعه شلا الاعدادية وشاطر لدرجة انه هو في فرنسا تخطى كل خدوه على طول على الجامعة يعني خلص في مصر الاعدادية اول سنوي وبعد كده خطفوه اه بالزبط خطفوه بقى بس متفهم التجربة بقى بتاعت الولد ده وانه ازاي انه فيه نمازج من الولاد اللي هم بيشتغلوا في نوع متخصص جدا من العلوم اللي هو الرياضة البحثة ده كان موضوع مثلا اتقرف الاهرام كان الاعلى قراءة طبعا لانه مصدر فخور يعني اكيد مصدر فخور وانه وانه فيه ناس في مصر مهتمية بالموضوع ده وانه على الرغم انه موضوع شديد التخصص الا انه مهم للتكنولوجيا مفيش حاجة بتحصل بسهما اعتقد هم مهتمين اكتر بنموذج النجاح ده انه زي محمد صلاح مثلا في الكورة ده في العلم انه فيه شاب مصري لما خاد الفرصة تحطف بيئة مناسبة ادلوا الامكانيات المناسبة يعرف ينجز يعرف يبدأ انا نفسي مصر تخطف ولادها بقى يعني نفسي مصر تخطف ولادها بدل ما هم بيتخطفوا برا كده نركز مع الناس بقى اللي عندهم ابداعية وعندهم تالنت وكلام ده الفكرة دي بقى احنا مش الوحدين في العالم دول جنوب شرقاسي كانت عندهم نفس المشكلة في الهند اللي هي فكرة هجرة العقول فعملوا حاجة احنا بنحاول نعملها وحصلت طبعا ايام دكتور زويلا الله يرحمه اسمها الدوران العقول اللي هو انت مش هتقدري بشكل كبير انك توفري البنية التحتية او الايكو سيستم اللي يخلي الناس دي تنبخ ماشي فبتساعدهم انهم يسافروا مهم انهم يسافروا ويتعلموا ويحتكوا وكده يسافروا ويرجعوا ولكن بالزبط تعمل لهم بقى محفزات انهم يرجعوا فاحنا في مصر مثلا لما تعملت مدينة زويلا كبيئة لها نظامها ولوائحها الداخلية وكده شجعت عالمة كتير شباب او في مراحل الميت كرير انهم يرجعوا ويبقوا مديرين لما عامل بحثية ومشروعات بحثية ويفضلوا يعني رجل هنا ورجل هناك وده برضو كان مفيد لمصر انهم لما يبقى عندهم مشروع بحثية لشباب زي ما بيحصل دقتي في مدينة زويل بيشتغلوا وجامعة النيل بيعملوا نفس الشغل المشروع يبقى ما بين المشروع الوليد اللي هو اسمه مدينة زويل اللي هو طبعا عنده ما بقلوش كتير في الانتاج البحثي وما بين الفريق البحثي اللي هم أصلا بينتموا ليه برا ونتج عنه أبحاث فاحنا محتاجين ما يسمى بالنموذج المواطن الدولي اللي هو قادر انه هو يفيد بلده العلم والفنان هم مواطنين دوليين أنا بذتصور يعني العلم والفن هم ملهمش أرض يعني والعلم ده ملك الإنسانية وأي إبداع أو أي ابتكار جديد هو ملك الإنسانية والفنان هو ملك الإنسانية برضو يعني متقدر هكتول ده الفنان ده أصلي جنسية وكذا وفي الآخر هو بيبقى ملك الكل يعني ده هكتول فأنا مبسوطة بالفكرة دي طبعا جدا وبتمنى انهم العقول دي فعلا ما تبقاش ما تهاجرش دوران العقول دي فكرة لطيفة جدا ويعني عايز أعرف بقى يعني انت شايف المصريين مهتمين ايه بالموضوعات العلمية ايه بالزبط المصريين مهتمين والله بصي الحكم الاطلاق الأحكام العام على المصريين ده مسألة ظالمة جدا لأنه الواحد طول الوقت بيفاجأ بكم الفعاليات اللي بتحصل من خلال السوشال ميديا خلينا عايز السيغس السؤال لأقولك ايه الموضوع العلمي اللي بيشغل أكبر قدر من المصريين التريندين دلوقتي مثلا التريندين دلوقتي بصي طبعا برضو هنرجع تاني تبقى للشرائح العمرية بس مثلا كان فيه فترة طويلة للشغل اللي حصل في البلد على مواضيع فيروس سي وكده كان الموضوع التريند الأعلى نحن أخيرا تخلصنا من كابوس اسمه فيروس سي في مصر وبقى فيه سياسات علاجية مثلة العالم كله بيتكلم عليها نحن في مصر قدرنا بتوفير أحدث نظم العلاج بأسعار يعني كلام فاضي يعني فده كان تريند قوي جدا وماذا المستمر خاصة مع حملات اللي بتتعامل في مصر اللي هي بس مش مرتبطة بفكرة التوعية بالفيروس ولكن كمان بالصحة العامة بتاعت الناس طبعا لأنه يشغل هايز كبير من المصريين فيه إصابات كتيرة كانت يعني أصلي أن الناس لما تبقى مهتمية أنها تكشف على نفسها السكر وعلى الضغط وعلى اللذلك من الأمراض والسمنة الوعي بأن دي كوارث حتى في تقارير الأمم المتحدة دي بيقولوا أن الأمراض غير المعضية هتبقى دي الوباء اللي الناس كلها بتتكلم عليه وده لأنه نمط الحياة بتاعت الناس الناس ما بتتحركش من آخر يعني فكرة ممارسة الرياضة أو الحركة الحركة مش ذات أول تحت رعاية الرئيس فعلا مهمة وأثرها حيبان يعني شوية قدام المواضيع التانية وده أنا بتهالي لأنه الناس ما تقدرش تقولي أن المصرين أنه بحكم طبعا النات والسوشيال ميديا الناس منفتحة على العالم بشكل كبير طبعا فاللي بيحصل في الدنيا برا في التطور والمصرين متطلعين عموما يعني أنت ده مش موجود في الشباب اللي برا مثلا يعني الشباب اللي برا طبعا مش مقدرش أعمم ولكن فيه ناس كتير في دول أوروبا وفي أمريكا بالذات كمان أمريكا أكتر يمكن منغلقين على قارتهم على قارتهم لكن المصريين منفتحين متطلعين عارفين عن برا كتير عارفين عن لسهم وعن برا وفكل الشغل اللي مرتبط بريادة الأعمال والتكنولوجيا احنا الشهور الجاية دي هنشوف فعاليات كتيرة مهمة في مصر مرتبطة بريادة الأعمال مرتبطة بالمؤتمرات لدعم الشباب عشان يعملوا مشروعات تكنولوجية أو شركات ناشئة في القطاع ده في قطاع كبير جدا من الشباب معني بالحدودة دي وبيبدأوا ويشتغلوا ما يسمى بالبيزنس تكنولوجيا معنى إن أنا كل تكنولوجيا دي ما بسمعش غير عن أبليكيشنز الأبليكيشنز هي بس تكنولوجيا هي بس أبليكيشنز أكيد لا الفكرة بتاعت أنت بتقدري تصدري نوهاو بتكلفة رخيصة جدا وبتقدري تعملي البنزنس ده خارج حدود الدولة فتقدري تفيدي ناس كتير يعني دولة زي الهند ما يعيشها كلها على فكرة تصدير الصفتوير والنوهاو والأبليكيشن درجة الكول سنترز اللي في أمريكا بتتحول للهند عشان إنها رخيصة وعشان لا بس أقصد إيه هي المجال التكنولوجي ده بيشمل غير إنهم يدعموا الأبليكيشن أولا في بيزنس بيزنس كبير أوس ما يسمى بقطع الخدمات وده بيحصل من خلال الصفتوير المشاكل اللي هي مرتبطة بقى وطبعا الزكاء الاصطناعي برضو تعملي صفتوير تبقى زكية وما إلا ذلك فصناعة الصفتوير بحد ذاته هي صناعة غير مكلفة وبتخلي أي حد مجرد عنده اللابتوب وبيعرف برامج زي الكودينج وكده بيقدر يعمل حاجة حاجة بتفيد الناس الحاجات التانية اللي هي اللي هي ما يسمى بالصناعات زي مثلا صناعة الروبوت وكده هي صناعة مكلفة خلينا صرحة يعني الروبوت اللي بتبقى موجودة في أي مصنع نحن نعمل لنا موبايل حتى نعمل لنا تابلت مصري نعمل لنا أي حاجة من الحاجات دي في حقيقة الأمر ده بيحصل بس عشان عشان تعملي حاجة بالستاندرز العالمية أو تبقى منافسة يعني حاجة مصري بالستاندرز العالمية دي مسألة مكلفة بدل ما احنا مستهددين طول الوقت يعني قصدي شركة ناشئة ما تقدرش تعمل حاجة زي كده محتاجة محتاجة تعاون جهات كتيرة محتاجة تمويل بس بس حتى يعني وانتي بتتكلمي عن الابليكيشن والسوفتوير فيه ناس بتقدر تعمل بتعمل بزنس رائع جدا وفيه شباب مصريين دلوقتي اللي راحوا السيليكون فالي في امريكا واللي نقلوا البزنس بتاعهم بقوا في دبي يعني قصدي انه ممكن الموضوع يبان انه هو بسيط بس بس ده ترند ناجح جدا الى ان يبقى فيه بنية تحتية وفيه طبعا فيه مجال تاني ايه ده حدريك تقول ان ده مجال تميز للمصريين مجال تميز ممكن يلعب في المنطقة زي تبقى بتاعتنا اه لان المصريين عندهم قدرة ان هم يتعلموا لغات بشكل عالي الموضوع محتاج بس لابتوب وانترنت وتعليم ذاتي ففيه فرص للتميز وفيه فرص للتميز على المستوى الافريقي كمان لان احنا احنا دي بوابة احنا ما بنفكرش فيها كتير انه بدل ما نتجه شمالا او كده نتجه جنوبا احنا كبينية تحتية وكامكانيات معرفية وكده احنا دولة متقدمة جدا بالنسبة لباقي الدول الافريقية فبالتالي ان احنا نصدر النوع ده من النوهاو للدول الافريقية سواء نبقى في الخدمات الصحية في الخدمات التعليم والتالي مادسن وكده ده ممكن يعمل فرص استثمار عليك والدول العربية طبعا وان كان فيه طبعا دلاتي تميز مين منفكر في الدول العربية يعني منفكر علميا تكنولوجيا تكنولوجيا علميا تكنولوجيا من مهتمين بالقطاع ده يعني وصف العلوم الاساسية الدول بتوع المغرب العربي وتحديدا تونس عندهم والمغرب عندهم شغل ببحثي محترم جدا التكنولوجيا الامارات دبي يعني دبي من ضمن الدول المهتمين جدا كسنتر ولا كصناعة 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 تكنولوجيا كهب للتكنولوجيا بشكل عام كمركز جامع لكل الشركات العالمية اللي معنية بصناعة النوهاو يعني معلظة من النوهاو لما بيبعانين بفكرة التعريب أو كده بيبقى في الخليج فأنا بيتعالي لأنه الاهتمام وده بيحصل فعليا يعني من خلال الشغل بتاع وزارة الاتصالات والوزارات المعنية المختلفة هو فكرة أنه مش التنافس التكامل لأنه وده بيحصل على الفكرة كتير بقى في أوروبا يعني الناس ما بتحاولش أنه هي بتشوف فين نقاط التميز وفين النقاط التكامل وتشتغل لتكمل بعض يعني التكامل دي هيك والتكامل والتيم ويرك والحاجة دي هي اللي بتعمل النجاح العلمي وبتعمل النجاح عموما وده اللي احنا بنفتقد شوية يعني ده هاي ده هاي أشرف أنا استمتعتك جدا جدا بالحوار وستمتعتك بالأبديتس اللي انت ادتهالنا النهاردة الصحفي الأستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريد الأهرام بشكرك ونهارك سعيد بشكرك فقارتنا رسا متواصلة محضرتكو رجعين بس بعد الفاصل